بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في نور الدين نرى ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه أول ما أنزل نرى سورة العلق وفيها يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه ومن ورائه الناس أجمعين اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لاحظنا في هذه الآيات التي تعد أول الوحي وتعد بداية اتصال السماء بالأرض بشأن القرآن الكريم أول ما نزل أن هناك قراءتين وليست قراءة واحدة تعجبنا من هذا اقرأ ثم بعد ذلك اقرأ وبدأنا في التأمل في التدبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أمرنا بالتدبر وبالتفهم وأن نفكر في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اقرأ باسم ربك الذي خلق يبقى القراءة الأولى لفتنا ونبهنا وذهب بنا بأنظارنا إلى الخلق خلق الإنسان وهو مركز الكون وهو الذي صخر الله له الأرض والسماء وصخر له كل ما في هذا الكون من أجله وكرمه ولقد كرمنا بني آد وتأتي القراءة الثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وبدأنا نسأل أنفسنا يعني أي علم بالقلم ووجدنا أن هذه العبارة في القرآن الكريم تعني الوحي نون والقلم وما يسترون بدأ العلماء في وضع ذلك التصور المستنبط من القرآن الكريم بل ومن بدايته يعني من أساسه من البداية أن القراءة قراءتان فأسموا هذا الخلق الذي حولنا وهو دال في جزئياته وكلياته على الله سبحانه وتعالى كتاب الله المنظور أي الذي نراه بأعيننا وندركه بحواسنا والوحي كتاب الله المستور لأنه مكتوب في سطور والسطور من كلمات والكلمات من حروف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتصوروا أن الله يقول لنا بالقراءتين تدبروا في كتاب الله المنظور وفي كتاب الله المستور وأساس ذلك في التدبر هو الإنسان فأسموه كتاب الله المقدور قدره الله سبحانه وتعالى وأصبح عندنا ثلاث كتب كتاب الله المنظور الكون وما فيه كتاب الله المستور القرآن كتاب الله المقدور وهو الإنسان الأكوان القرآن الإنسان فوجئنا فوجئنا بأن هناك عكس اقرأ اقرأ كتاب الله المنظور وبعدين تكلم عن كتاب الله المستور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يبعيذن الرحمن يتكلم عن كتاب الله المستور أولا ثم خلق كتاب الله المنظور ثانيا فقرأ المنظور ثم المستور في الرحمن المستور ثم المنظور وكأنه يريد أن يرسم لنا دائرة واحدة لا نعرف قبيلها من دبيرها دائرة إذا مشينا كده ينفع وإذا مشينا نحة التانية ينفع وتكلم العلماء عن كتابين خارج الإنسان كتاب الله المنظور وكتاب الله المستور كيف نصد إلى تحصيل المعرفة من كتاب الله المنظور بالعلم كيف نستطيع أن نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من كتاب الله المستور بالعلم وأصبح العلم عند المسلمين هو الموصل اليقيني للمعرفة وإن اختلف المصدر فهناك علوم مصدرها الكون وهناك علوم مصدرها القرآن إذن هذا التصور يجيب لنا على كل الأسئلة المفتارضة التي نشأت بعيدا عن الفكر الإسلامي عندما اصطدمت عقائد معينة بحقائق معينة فظهر السؤال ما علاقة العلم بالدين أيهما نقدم هل بينهما خلاف من نصدق وهكذا ولكن في هذا المبدأ في هذا الاعتقاد الواضح أن الكون من عند الله وأن الوحية من عند الله كلاهما من عند الله فهناك تطبق تام ما بين المعرفة اليقينية التي نتوصل بها من خلال الكون والتأمل فيه والمعرفة اليقينية التي نتوصل بها من خلال الوحي وما يترتب عليه يقول ربنا سبحانه وتعالى في صورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وتختلف الأسقف المعرفية في الفاه وفي إدراك الواقع هذا الكون نعم كتاب الله المسطور المنظور البادوي البادوي ما يعرفش العلوم دي كلها ولا دخل المدرسة وخد ساينس وماث ومش ماث والحاجات دي كلها ما يعرفش بيبص بيسمع والشمس تجري لمستقر لها بيبص كده الصبح لا الشمس بتتحرك سبحان الله في الحركة الظاهرية في السماء من جهة الشروق إلى جهة الغروب فقال صدق الله هو فاكر إيه إن الشمس هي اللي بتتحرك صدق الله أيوة هو صدق الله وعلى فكرة الشمس في وشه كده في عينية بتتحرك بتتحرك بنشوفها وإيه قعدة تتحرك من مكان لما كانوا عليها مواقية الصدق كل ما تتحرك كل ما هنا أزن الظهر هنا أزن العصر هنا الفجر طلع هنا الغروب راح ده آخر واحد قال يا جماعة لا ده أنا في وكالة ناسا والحكاية دي مش يعني مش مصبوطة هو الشمس اللي بتجري ولا حاجة ده الشمس ثابتة في مكانها وإحنا اللي بنلف حوالين روحنا كده كل 24 ساعة مر وشايفين الحاجات دي بالأقمار الصناعية وتعالى ورهلكم على المينتور عندنا في ناسا فقالنا له طيب يمكن القرآن يقصد الحركة الظاهرية قال لا ما انتم شو ياخدين بالكم ده الشمس بتتحرك فعلا وبتجري فعلا قال له بتجري ازاي قال بتجري نحو نجم في المجرة اسمه فيجا وفيجا ده بعيد خالص قلنا له يعني انت مؤمن ان الشمس تجري لا بس مش بتجري بالصورة اللي موجودة في ذهن البادوي صقف معرفي معين ده بتجري فعلا بس بوضع تاني اكتشفناه وعرفناه سبحان الله يعني الدنيا بتتطور والمعلومات بتزيد والنص يتحمل الاتنين يتحمل الحركة الظاهرية اللي يفهمها البادوي على كيف وعلى قده ويجتمل الحدوتة بتاع الراجل الخبير ناسا ده اللي هو عرف حكاية فيجا وصرعة الشمس وانها رايحة وعملة ومسوية وكذا وكلما ارتفع الصقف المعرفي النص اللي معايا مش راضي يخرج عن صحته ده كده صحيح برضه بس ده من ناحية وده من ناحية ده من الظاهر وده من الحقيقة الواقعية الى آخرين فضلنا نبحث في هذا البحث وراحوا بعض الناس وقابت بحث ومن شدة انبهرها سمت ده الإعجاز العلمي للقرآن فهذه صورة متكاملة لقضية العلم والدين هل معنا أسئلة تفضلي أنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للدعاء يعني إحنا لما نجي ندعي هو كده يعني ربنا كاتب كل حاجة اللي إحنا نعملها في المستقبل أو لا تحصل في المستقبل زي من الحديث ما قال رفعت الأقلام وجفت الصحف تمام فأحنا لا مش تمام اللي مكتوب في الكتاب مكتوب أن أنت ربنا هيرزغك مليون جنيه وانت عايزة 2 مليون مش عايزة مليون أم تدعي الكتاب مكتوب بدونين بأسود وأحمر الأحمر يتغير ربنا يغيره من أحمر إلى أسود بالدعاء يتغير لو ما دعتيش مش هيتغير ويرزغك بالمليون هم هم فيمحو اللهم يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهو بيمحو وبيثبت بالدعاء في ما لا يسمى بالقضاء المبرم نعم تفضلي أنت عايزة عرفت لو الأحكام الدينية استضمت مع الواقع إزاي فين الأحكام الدينية إزاي ما رسول الله قال أنتم قادرة بدنياكم ده في تقبير النخل فين الأحكام الدينية اللي بتتخلف مع الواقع ما ما كانش فيه حكم أصلا ده النوع السلام بيقول لهم أنتم تعملوا كده ليه في النخل فتركوه افتكروا أنه بيعترض عليهم فلما ما جاش البلح تاني سنة قال له البلح ما طلعش ليه عمش حضرتك قلتنا أنه بلاش أهله أنا ما قلتش كده أنا بقول لكم أنتم بتعملوا كده ليه يعني مش معطارد أنا بسأل أنتم بتعملوا كده ليه فقال الكلمة دي أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني كل وما فيش أصلا حكم ما فيش حكم يقول تقبير النخل حرام فطلع بعد كده أنه تقبير النخل لما يكون حرام يبقى فيه مصيبة ما حصلش كده نعم تفضلي دلوقتي أنا نتكلم العلم والدين فدلوقتي إحنا يعرفنا كده أن ميكايل هو بتحكم بالمطر فهو ده ليه علاقة بأن المطر بيكون تيكتبخر المياه دلوقتي نتكلم العلم والدين فدلوقتي إحنا يعرفنا كده أن ميكايل هو بتحكم بالمطر فهو ده ليه علاقة بأن المطر بيكون تيكتبخر المياه إيه علاقة هذا بذلك يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن فيه كبس كهرباء كبس ده لما نعمل سويتش اون وسويتش اوف سويتش اون يبقى هلاقي اللمبة فوق ولعت فميكايل بيعمل كده بيعمل سويتش اون أما طيار الكهرباء عبال ما يروح لغاية اللمبة فده هو اللي انت درستيه إنه فيه رياح وإن فيه سحابة والسحابة فيها ضرات كده والأيون وكده وبعدين لما تصل لتكتلة معينة بتنزل المطر هو ده طيار الكهرباء هو ماشي كده وولع مين بقى اللي ده سويتش اوف سويتش اون ما نعرفش اللي هو ميكايل يعني ما فيش تعارض اللي احنا هندرسه هنفضل ندرسه وهنفضل وراء لغاية ما نفهمه تماما ايه اللي خلى اللمبة تولع وازاي تولع وهكذا انما قدر الله في خلقه دي حاجة غيبية مش مش في ادينا وربنا لما ينبئنا عن ان الملائكة بتفعل وتفعل وتفعل ده عبارة عن عالم الغيب نعم فضالي دلوقتي في نظريات افترضوا علماء مشهير جدا واثروا جدا في ناس ياسيين منهم هتلر زي داروين وعملوا كتب مشهورة جدا في العلم زي اصل الانواع والحاجات دي كلها بس هي الفكرة ان نظريتهم كتبتتعرض مع الدين الاسلامي يعني كان فيه نظريت ريفولوشن كان بيقول ان البني ادم في الاصل كان اصل ارد وانه اتطور الانسان اه انا متأكد ان انتي ما قارطيش نظرية داروين لانه هو داروين ما قالش ان الانسان اصل ارد فاول على طول ما نسمع كده انه داروين بيقول الانسان اصل ارد نعرف ان الطالب ما اراش عندنا في الاختبارات كده لا هو ما قالش ما قالش الانسان اصل ارد هو داروين اللي حصل له انه هو لاحظ وحدة الخلق اللي خالق السمكة هو اللي خالق العصفورة واللي خالق العصفورة هو اللي خالق الارد واللي خالق الارد هو اللي خالق الانسان داروين كان بيشتغل السيس في الكنيسة لكن هو لما جاب ألنا محتار هي السلسلة دي عاملة كده إزاي ده فيه تطور وفيه انتقاء وفيه البقاء للأصلح وراح مألف أصل الأنواع أصل الأنواع ده مش علم أصل الأنواع ده بنسميه ثيورتي يعني نظرية يعني هو قاعد كده زي ما دلوقتي الواحد يشرب له كوبات شاي وبعده يفكر فهو عمل كده العلم يا أولاد محتاج إلى التجربة والمشاهدة هل دارون شاف إرد بيتحول للإنسان أو سامكة بتتحول لعصفورة هو أصلا ما شافش يبقى إذن ده اسمها النظرية نظرية يعني ممكن واحد تاني يقول حاجة تانية تفسيرا لوحدة الخلق وإحنا عندنا تفسير عن الله واحد وأن الذي خلق هذا هو الذي خلق هذا هو الذي خلق هذا وإن أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون فأنت بتلخبطي بين حكتين عايزين ما نلخبطش منهم النظريات حاجة والعلم حاجة تانية العلم معناته العلم المشاهد التجريبي زي أن المية مكونة من إيدروجين ومن أكسوجين والإيدروجين بيشتعل والأكسوجين بيساعد على الاشتعال علم ما هواش أي حاجة تانية وساعتها وإحنا عارفين أنه اتنين من هنا وواحدة من هنا نقول سبحان الله يعني النار بقت مية بقوة الله لأنه تعبنا لما جبنا اتنين إيدروجين وحطناهم مع واحد أكسوجين علشان نعمل مية ونحل بيها أزمة المياه في العالم طلعت تكلفة ده كأنها مستحيلة من غلوها يعني البحار والأنهار دي حاجة سهلة خالص في حد من الأولاد عايزي سأل تفضل احنا عندنا قرآنية بتقول وإلى الأرض كيفها سطحت نفس الوقت احنا عارفين أن الأرض كروية أو أن هي كوكب دائرية من داخل فزي يعني هل كيفها سطحت هي معصود بأنها مسطحة ولا معصود بها حاجة تانية وإلى الأرض كيف سطحت يعني لها سطح والكرة لها سطح هناك فرق بين يعني الامتداد ما عليش لو قلتني مثلا والأرض بسطناها أو البسيطة البسيطة عن المبسوطة وذلك أنك إذا سرت على الكرة لا تنتهي هتفضل ماشي 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 من غير نهاية فالسطح بتاعها السطح بتاعها أنت بتلف حوالينها وهو ده اللي خل كولومبوس ولا مجلان ولا كذا إلى آخر يطوف حواليها بالشكل ده لأنها هي كرة فالأرض بعد ذلك دحاها يعني نجعلها كالدحية كده يعني الدحية في لغة العرب هي البيضة نعم في حد تاني هنا تفضل في نظرية بتقول إن الكون تكون في آلاف سنين والآآ والآآ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض في ستة أيام نعم فهل اليوم هنا مقصود بي يوم من بتاع الكرة الأرضية ولا يوم بمقدار تاني لا ده يوم عند الله ستة أيام من بتوع ربنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بالنص كده يعني يوم واحد في مكان معين في الكون بخمسين ألف سنة من عد الأرض طيب فلو ارتفعنا أكتر والكون يزداد اتساعا يبقى بمليار سنة اليوم عند ربنا خليها بمئتين مليار سنة خليها بديشليون سنة ما عرفش الديشليون يعني لكن خليها كده فالنسبية في الزمان أشار إليها أينشتين فهنا بيقول إيه إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود دون فيه أبو ألف وفيه يوم تاني بخمسين ألف يعني فيه يوم تالت بمليار سنة فلو جال العلمي وقال لي خلاص إحنا عرفنا الحمد لله إنه في ستة مليار سنة نقوله طيب خلاص بهم ستة مليار طيب ستة تريليون ستة تريليون ليه يعني؟ بفيش أي تعارض مش هتعرف تجيب التعارض ده ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم تفضلي دلوقتي فيه نظريات بندرسها بتبقى فيها كلام شوية مخلف عن اللي يتقل في الدين أو مش مخلف صريحا بس ساعات بيبقى فيه كلام مختلف بيبقى محتاج أن حد يكون دارس دين كويس عشان يقدر يفصل للاختلاف ده وفيه ناس بتؤمن بالنظريات دي وبتبقى شايفة إن القرآن كده غلط استهى الله طبعا ربنا بمكلمه وعملهم هيبقى غلط بس فيه ناس بتؤمن كده ده دلوقتي يعني اسمهم هيبقى إيه أو زنبهم لأنه هم شبه يكذبوا القرآن مقابل أنه هم يؤمنوا بنظرية جاهلة الجاهل ما بيتبنيش عليه حاجة والجاهل نعلم فعايزين نعرف إيه هي الحاجات اللي عكس الدماغه ونرد عليها نقوله ونبينه ونفاهمه إنه ما فيقاش معاكسة ولا حاجة يعني هم ما بيقاش عليه زنب الجاهل ذلك مبلغهم من العلم إمتى يكون عليه زنب لما يكون متكبر مش راضي يسمع مش فاتح باب للنقاش مش راضي يتعلم ساعتها هيبقى فيه صفة من صفات إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لأنه بيستكبر لكن الجاهل نعلم أيوة طب هكامل على سؤالها طب ليه ليه لغاية دلوقتي ما بيكتبوش بيوضحوا نظريات دي بما إن منهجنا يعني إحنا دولة مسلمة ليه في المنهج نفسه ما بيكتبوش الصح يعني أو الدين بتاعنا قال إيه حضرتك مش بتقري وده علة ابتدت تنتشر فينا وهي علة يجب علينا مقاومتها اللي حضرتك بتقوليه عليه ده هو آلاف الصفحات ألفت فيه وجوبت عنه وانتهت منه فحاولي إنك أنت تعمل تكوني الباحثة عن الحقيقة فحضرتك تعالي بعد البرنامج وأنا أعملك لستة في اللي أنت بتطلبيه وتروحي تقييب الكتب وتقريها بس قريبا يعني مش كل حاجة متاحة في النت والنت أصبح لحس دماغ الشباب حاولوا ترجعوا لكتاب تاني علشان تلاقوا من المعلومات صنف آخر من المعرفة ما بيحصلش في النت مع نور الدين نسير بالهداية إلى الله سبحانه وتعالى إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته